السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة رواق المتسليم لما ان شاء الله سوف نشارك معكم كيكا دية العيد لكيكا دية رائعة خليكم معي بس تشوفوا المقادير لدي هنا ثلاثة ديال البيضات كاس معامر شنطع الزيت كاس معامر شنطع سقر سنيدة كاس ديال الحليب جوش الشيط ديال الفاني جوش خمارة حمر عندي الطحين على حسب الخالط عندي هنا هنا تشكيلة من فواكه الموجففة او هذا اللوز كرقاع مهم دك يبقى اختياري عندي الخل وقبيسة ديال الملح بالنسبة للكريمة اللي غادي نعمره الكيكا ديالنا هادا كريمة خفيفة بثاف عندي هنا هادا الكريمة هادا الكريمة اللي غادي نطلعها مع شوديا سقار وغادي نضافع لها هادا لها غرطة الشوكولة غادي نبدأ على بركات الله اول حاجة غادي نوضع واحد شوديا ديال الملحة واحد القبيسة ديال الملحة هي الأولى لحاجة هادا الكريمة هادا الكريمة لقد اضافت زيت وغادي نضاف السقار سينيدا هادا الكريمة هادا الكريمة نضغط الحليب 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 فتحين على المساعدة نضغط الحليب ممكن ان يكون غير قل من هذا جوج كيسان او جوج كيسان او لا غدي نضيف واحد جوج مع الق اخرين مهم كما قل لكم عينكم ميزانكم بالنسبة للطحين وغدي نضيف معهم جوج خمارة حمر من فئة 8 جرام يعني جوج 6 جرام 16 جرام غنضيف عليهم جوج مع القديل الطحين ونخلو الطوم بزيان من بعد غدي نضيف مع القديل الخل اسمحوا لي المهم مع القديل الخل ره ما متصوراتش سافي الخليط ديلي هو هادك غدي نوضعها في المول وضعت في ذاك الورقة بابي كويسون وزينتوا بذاك المكسارات اللي عندي من بعد ما طابت الكيكا وخرجتها من الفرن انتم مشتوا كيكا تجي تجي تبال كلها طالعة وزوينا ده ما غدي نحضر الكريمة بالنسبة لها الكريمة انا اخديتها دي اللي كتصلح للطبخ الحلويات صراحة الاقتصادية وزوينا بزاف هاد الكريمة هادك تعجبني يعني حتى السكار كتديرو على حسب الضوق يعني ماشي بحلقين الكريمات اللي كيكونوا ما اصلا حلوين مهما نهنا يا وضعت جوج مع القو من بعد غدي نضوق الى رقيت ناقص غدي نزيد غدي نزيد السكار سقيل وغدي نضيف هاد الساشين تاع الكاكو ونخدمو هاد الكريمة عادي نطل العارة في ساك اطلع كما قلت لكم بزوين هاد الكريمة يعني كتصلح للطبخ وحتى الحجم ديالها فيها غيميتين ميلي جرام وثمان ديالها مناسب جدا كتصلح حق الحلويات والطبخ يعني الليبات مهم صالحة لهم بجوج يعني شي حاجة اللي اقتصادية وزوينا في نفس الوقت كريمة ديالنا رابدة تكتعقد نطلعوها مزين وخفيفة كتجي خفيفة هاد الكريم يعني شي حاجة اللي زوينا صراحة نجري جربها اللي بنتراغزال هاد الكريم مالي من بعد ما غدي اطلع عليها الكريم غدي ننضيف الياغورة الشوكولة ممكن ان انا ما نديروش الياغورة الشوكولة ونزيدو داك الكاكاو ونديرو الياغورة ديال الكراميل وتجينا كريمة كراميل تهيا كتجي زوينا وكتجي في المطاق زوينا بزاف عندما مشتو ما كتاخدش معنا الوقت في الساعة كتطلع كما قلت لكم ها البنات من بعد ما تتربوها بحلقة ضوقوا شوفوا على حسب الحلوة كلها كيكي بغي لا كراميل اما تكون حلوة ولا نقصة شوية سقر مهما غدي نضيف لها هنا يا جوج الياغورة الشوكولة ونعود نخدمها شوية سوف نغطيها ونخليها في تلاجة تبرد على ما تبرد لي الكيكا يعني الكيكا باقة سخونة ما يمكناش نضعك على الكريمة في الكيكا سخونة خاصتها تبرد ونزينو بها الكيكا ديالنا من الداخل وكتعة طينتها كمية كبيرة ما شاء الله سوف تقدر الكيكا وتفوتها اللي يعني سوف يبقى شايت لنا الخير سوف نحاول هنا غير باش نسجم ليا الخالط ديال الكريمة مع الياغورة الشوكولة وندخلها لتلاجة باش تبرد خاصة الوصف ندخلها كبيرة ونأخذ هنا يلكيكا وننطرى الوصف من بعد نجيب خط سوف نقسم الكيكة على النص سوف نساعد الكيكة باش مجينيش واحد جهة طالعة واحد جهة افضل سوف يكمد لكم البناس هنا سوف نأخذ الخيط سوف نحاول ان ندخلو غير بشي شوية سوف نساعد الكيكة سوف ندخل الموس الداخل من بعد ما تفكت الكيكة سوف نأخذ حتى طباسل سوف نهز النفصل الفقانية وسوف نعمرها بالكريم كما كتشوفوا الابنات عندما كنتم الكيكا هذا اللقرما ديكا تجيت بالقلة عقدة وزوينة واقفة سوف يندين بها الكيكا ديالتي من الداخل عادي أنا هنا محتاجيش أنا نسقي الكيكا حبيت تكون غير حال هكاية يعني ما تكون شيء تمسقية من الداخل كيف قالكم انتم بالاختيار ممكن أنا نضيفه اضافاتها داخل مع الكريم عا نقطعه شي فاكي هابح البانان يعني اللي بغيناه الكيوي تفاح ممكن أنا نرشوها كبا الكريكا مهرمش ولا اللوز مهرمش سوف نقوم بتصوص كراميل ملفوق و هالكيكا دينا وجدا هذي كيكا صراحة سريعة يعني ما وشتاشي تحتل للعيد و كنزوق هذا بف في صباح ديال العيد يعني كيكا سريعة و عواشر كومبروكا و عيد مبارك سعيد تعيدوا تعودوا ان شاء الله بالصحة والسلامة والله يتقبل منا صالح الأعمال و جعلنا من عتقاء للجنة يا أحمر رحيمين كنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته